عم بشوفك أنت على حق يعني وأكتر إشي مبين في هذا الكرت أنه أنت عم تربح مثلاً شغلة أو عم تربح على شخص عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببت لك أرق في هذا الموضوع في هذا مبين فيه كمان عم بشوف محكمة أو أنت عم بتوقع على شي على ورق على عقد معين ممكن إلو علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية مش عارفة أكتر إشي مبين عندي أنه أنت راح توقع على ورق وأنت راضي ومقتنع فيه طاقة هوائية كمان أنسيت أحكيها في بداية الفيديو إذن في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بأكتر من ورقتين هاي الثلاث ورقات أربع ورقات فيه كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام أو أنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه عم بتحطه على مفترق طرق يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة يعني عم تكون أنت كتير خلاص بدك الأمور تتغير مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في الشغل ممكن يكون في الزواج في العاطفة مبين عندي أنك راح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت أنه بتحس أنه خلاص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك وكأنه مشروع أو مثلا له علاقة بالأبداع يعني في عندك هواية مثلا بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين عم بشوف في أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي مبين أنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين مكاتبهم عند مكتبك مثلا إذا كان في الشغل وعم تمتهي هاي الأمور على خير مبين أنه في مصالحة لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل أنه في اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم أشخاص قدمين كمان شو عم نشوف بالورق عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار عم تتسرع فيه وتكون مثلا مندفع في هذا القرار فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور لأنه عجلت الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة أنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة لا هذا شهر خاصة أول أو أول أسبوعين حيكون فيه عندك اللي هو انتظار وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابروا وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معا الحظ بشكل كبير لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه لأنه ما في يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع أو ما في إنتلو حالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل في واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعمل بيلكية لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم عم بشوف فيه ما فيه اللي هو تغيير مكان لا فيه فيه تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إلك فترة وهلأ عم بتحس إنه صار الوقت إذن بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حواليه أو ملل من شخص معين عم يستنى عم يستنى ما فيه شي عم يلوح بالأفق لذلك عم يتخذ قرارات كثيرة في هذا الشهر وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه عم تتعامل مع المال هاي الفترة بيعني بحذر شديد وكعينك على حافة الإفلاس بس أنا بطمنك إنه الأمور يعني المادية رح تكون تمام يعني ما فيه مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير أو سيارة يمكن عم بتفكر إنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة عم تصمد فلوس أو عم تاخد قرض ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة الشهر تموز رح يكون اللي هو يوليو رح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات اللي يتقربوا منك عم بتكون محبوب هاي الشهر خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة خلينا أنا خلطت الورق في بعضه خلينا نشوف العاطفة نحاول نفصل فيها أكتر برج الحمل تعب كتير وأنا شاهدة على هذا الإشي يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب كانت الفترة الماضية حتى الشهر الماضي لما قرأنا التوقعات كمان كان في طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية يعني مية بالمية كان في كتير سلبيات في الفترة الماضية ورقتين مع بعض نزلوا رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي أن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل عم بتكون أكتر تفصيلية لأن الطاقات بتختلف من وقت للتاني عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل في شوية مشاكل بتلوح بالأفق وأغلبها أنت بتكون السبب فيها يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر بتحاول إنه تتحرر من وضع معين عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية إن كانت زواج أو أنت إنسان مرتبط عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون لكن فيه زي ما قلتلك فيه قبل طلعت معي ورقة وهي الورقة التانية كمان إنه عم بيكون فيه أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك وهو جواته فيه فيه مخططات تانية فعم بشوف إنك كاشفه يعني بس فيه نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك إنت أو أهل هو ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخو مثلاً ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت وإنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل فيه علاقتكم بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله فيه وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم عم تكونوا مختلفين عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين عم تكونوا بعاد من فترة مثلاً ولتقيتوا عم تحتفلوا بهذا الموضوع في خير جاي لك لبرج الحمل في خير جاي بالطريق عم بشوفك مثلاً بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيبي يعني قديم مش قديم شوي إله فترة لا قديم كتير يعني اللي هو ممكن يكون الحبك الأول ما عم تفكر بالرجوع لإله ولكن بشوفك كتير بتتذكره أو بتسمع أغاني مثلاً علشان تخليك تتذكره هاي الفترة لكن عم بشوف في ناس مغرضين يعني في ناس شررين في الموضوع شخصين ممكن يكونوا واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيونه سود شعره أسود لكن أبيضاني في نوع من الشر داخل هذا الشخص تجاهك عم يطلع عليك من بعيد أنا طبعاً عم بحكي إنه ذكر أو أنثى ما ما عم بحدد هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيطلعوا من بعيد وكأنه في نوع من الغيرة أو التجسس في مراقبة إليك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل في ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك يمكن في موضوع العلاقة اللي أنت فيها ممكن يكون في حساد في ناس بدهم يباعدوا من مصلحتهم إنه يباعدوا بينك وبين الحبيب فدير بالك من هذا الموضوع عم بشوف خاصة النساء خاصة النساء من برج الحمل عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلاً يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها لكن قيمة معنوية كتير كبيرة عم تجيهم هدية أو ممكن يكون خبر لكن فيه غيوم فيه يعني الوضع مش ستيبل إنه مية بالمية فيه فيه تغييرات معينة حواليك عم تسير لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر اللي هو ما فيه قرارات كبيرة في موضوع العلاقة فطبعاً هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين هذا عم بيكون للمرتبطين بالنسبة للشخص الأعزب عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة وكأنه حابب إنه يكون وحيد عم كمان عم بتعامل مع برج ناري يمكن إعجاب يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة لكن فيه 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 ورد يا جماعة فيه ورد بالموضوع فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو من برج الحمل الحبايبي اللي مضوطين كانوا بالفترة الماضية المنفصلين حلو كتير هاي الورقة يعني أنت تلابس تاج هو لابس تاج عم تحتفله بموضوع معين يمكن يكون فيه رجوع خلينا نشوف بقية الورقة بس هاي الورقة كتير إيجابية في الموضوع موضوع عم الطرف الثاني عم يدرس الموضوع عم يدرس موضيع مادية عم بيكون ماجوء في جو مشحون بالمادة المادة عم بتسيطر عليه أو بيحاول جمع مبلغ معين يمكن للارتباط خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية ممكن تكون والله فيه مبين أنه فيه وجود أشخاص آخرين غيرك مع هذا الطرف لكن فيه نوع من الانتصار نوع من الفرح على شخص معين عم بتحس حالك طفل صغير وعم تفرح بهدية يعني هي فرحة الطفل بتكون فرحة صافية ما فيها شوائب في شخص بحياتك اللي هو يمكن يكون الشخص اللي أنت منفصل عنه هاي على فكرة الورقة طلعت هاي المرة الثانية ولكن معناها هون ممكن يكون اللي هو راجع لك لكن راجع بنية ممكن تكون فيها نوع من الخباثة اه